أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين استفدنا من النصوص المتقدمة من كلمات وخطابات نتائج عديدة النتيجة الأولى أن الصلح الذي عبر عنه بالصلح بين الإمام الحسن ومعاوية رسمياً كان صلحاً ولكنه شعبياً لم يكن صلحاً النتيجة الثانية أن البيعة التي وردت في بعض النصوص أن الإمام الحسن عليه السلام بايع معاوية هذه البيعة من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية والقانونية هي ليست بصحيحة الشرع لا يقبلها والقانون لا يقبلها والعقل لا يقبلها فهي في الحقيقة ليست بيع على الطاعة وإنما هي اتفاق على ترك الحرب لماذا؟ لأن الإمام الحسن عليه السلام أجبر على ذلك والمجبر لا تترتب الآثار على أفعاله الجبرية وهذا في كل الإنشائيات واقع في العقود والإيقاعات مثلاً إذا الشخص أجبر على بيع داره هل يصح البيء؟ إذا أجبر الزوج على تطليق زوجته هل يقع الطلاق؟ الجبر لا أثر له في الأفعال معاوية كان يريد بيعاً وهذه البيعة فيها طاعة الإمام صلوات الله عليه ببيعته ما أعضاه بيع الطاعة وإنما ترك الحرب معه والفرق كبير بين البيعة لأجل ترك الحرب اللي هي بعبارة عن اتفاق على ترك الحرب وهذا حتى في القوانين العالمية موجود فإن من يأخذ السلطة بواسطة انقلاب عسكري مثلاً بالقوة هذا لا قانوناً ولا منطقاً ولا شرعاً حكمه شرعي وصحيح باطل هذا لأنه أخذه بالقوة وبالقهر والجبر هذا مفهوم في كل القوانين العالمية همجاري أن أخذ الخلافة أو أخذ السلطة بالقوة لا يعطيه الشرعية والقوة هي ليست من وسائل الشرعية وعلى هذا عند القانون وعند الشرع وعند أهل العقول الحاكم الشرعي للمسلمين هو الإمام الحسن صلوات الله عليه وأما معاوية فمجرد غاصب للخلافة وللحكم منه وكل من جاء بعد الحسن من بني أمية وبني مروان كلهم على هذا السياق لأن ما كان الأصل فيه عدم الشرعية ما يتفرع عنه أيضاً يكون غير شرعي وهذا المفهوم ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون حتى لا تلتبس عليهم الأمور الحكومات التي حكمت بإسم خلافة وأخذوا الخلافة من الإمام أمير المؤمنين وأخذوا الخلافة من الإمام الحسن هذه حكومات ليست بشرعية لا هي بميزان الشرع ولا بميزان القانون ولا بميزان العقل والمنطق هذه النتيجة الثانية النتيجة الثالثة مفردة الصلح هذه المفردة وردت في المكاتبات بين الإمام الحسن وبين معاوية وينبغي الوقوف عندها حتى نعرف بأن هذه في حقيقتها كانت صلحاً أم كانت هدنة إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي للصلح نشوف بأن ما جرى بينهما كان هدنة وليس بصلح لماذا؟ لأن الهدن مأخوذ من المهادنة المهادنة عبارة عن اتفاق بين طرفين على ترك الخصومة فقط إلى هذا الحد هادنه يعني ترك الحرب معه ترك الخصوم معه وهذا المفهوم ينطبق على ما جرى بين الإمام الحسن وبين معاوية أما الصلح فله مفهوم آخر الصلح معناه المصافات بين الطرفين والتراضي على تقسيم الحقوق بحسب ما يتفقان هذا في القانون هكذا في الشرع والفقه هم هكذا في المنطق أيضا هكذا في اللغة هم هكذا عرفة مثلا في كتب اللغة قالوا الهدنة اتفاق على ترك الحرب هذا الهدنة وتهادن القوم أي ترك الحرب والخصومة إلى حين يعني مجرد تأجيل تأجيل للمصادمة والمواجهة هذا التقييد بمدة هم شاهد على أن هذه في الحقيقة ليست بمصالحة وإنما اتفق الطرفان في مثل هذا اليوم يعبرون أنه بوقف إطلاق نار بس هذا مو معناته أن المصالحة تمت حصلت مهادمة الصدام ماكو لكن الحرب بما هي حرب قائمة لذلك المواجهة المسلحة توقفت أما الحرب الفكرية والحرب الاعتقادية العقدية والحرب المنهجية بين الطرفين استمرت أم أصحاب الحسن استمروا في موارد عديدة يحاورون معاوية وأطراف معاوية ويثبتون حق أمير المؤمنين ومعاوية عرفتم بالأمس صدر ست قرارات لإدامة هذه الحرب الفكرية والمنهجية إذن هي في الحقيقة ليست بمصالحة هي مهادنة على ترك الحرب والمصادمة المسلحة أما المصالحة فعرفت بالمسالمة والمصافات يعني يصير تصفية بين الطرفين وعرف الصلح بإنهاء الخصومة والسلم وإنهاء حالة الحرب مو القتال حالة الحرب تنتهي كل طرف من الطرفين يرتضي بما عنده وتنتهي القضية يتصافون فيما بينهم هسا طبعا الهدنة والصلح بحسب الاستعمال أحدهما يطلق مكان الآخر ولكن بحسب التدقيق لا أكو فرق بينهما فالصلح وإن ورد في المكاتبات الحاصلة بين الإمام الحسن وبين معاوية ولكن يراد به الهدنة وليست المصالحة وحتى في خطبة النبي صلى الله عليه وآله حينما ورد بهذا المعنى زين فإذن الصلح إذا كان حقيقيا يقتضي إنهاء حالة الحرب والحال أن حالة الحرب منتهت ولا زالت حالة الحرب قائمة الحرب المنهجية بين أمير المؤمنين وأتباعه وبين بني أمير وأتباعه مستمرة في كل زمان في كل عصر الآن مستمرة فإذن هي في الحقيقة هي هدنة فقط مواجهة مسلحة ماكو أما مواجهة فكرية مواجهة سياسية مواجهة منهجية هذه كانت قائمة القرآن الكريم هم استعمل الصلح بمعنى المصافات مو بمعنى إيقاف الخصومة فقط يقول عز وجل في الزوجين إذا اختلفا ونشزا أو نشزا أحدهما ووصلت الخصومة إلى حد النزاع الشديد بحيث لا يمكن التفاهم بينهما هو القرآن الكريم أمر بإرسال حكم من أهله وحكم من أهلها حتى يجلس الحكمان ويحلون القضية هنا القرآن الكريم سماها بالصلح ما سماها بالمهادنة يقول عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ما سماها مهادنة والصلح خير ليش لأن غاية الزوجين في المصالحة شنو المصافات وعودة الحياة الزوجية على طبيعتها فيها محبة وفيها مودة وفيها معاشرة بالمعروف هذه ليست مهادنة هذه مصالحة إذا كان أحد الزوجين يتكلم ضد زوجه الآخر والنزاع في الكلام صاير فقط يتفقان أن كل منهما يسكت بعد ميحش على الطرف الآخر هاي سموها هدنة أما إذا أريد منه الاتفاق على رفع الخلاف ثم الرجوع إلى الحياة الزوجية الطبيعية هذا القرآن يسميه صلح في الفقه هم هكذا الله عز وجل حدد هذا المفهوم في الآيات وفي الروايات أيضا حدد هذا المعنى لذلك الفقهاء يطلقون الصلح على التراضي بين المتنازعين في حق ونحوه لاحظوا عبارة التراضي تراضي بين الطرفين مو أحدهما مجبر ومكره والثاني يحط أمام الأمر الواقع لو يقبل هذا لو يموت وينقتل هو وشيعته يعززه قوله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا يقول فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مُوْ فَهَادِنُوا أَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ الآية هم في آيات أخرى موجود هذا المعنى وَإِنْ طَائِفَتَانْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مَيْقُلْ هَادِنُوا بَيْنَهُمَا ليش لأن الآية تقول من المؤمنين مو بين مؤمن وكافر وبين المؤمنين المفروض أكون مؤاخات المفروض أكون مصافات ومودة فلا معنى هنا للمهادنة وإنما ينبغي أن تكون مصالحة لذلك عبر عنه القرآن بهذا المعنى إذن هو شاهد هذا على أن الإمام الحسن صلوات الله عليه في الاتفاق مع معاوية اللي في المكاتبات سمي بالصلح لا يراد به الصلح بالمعنى الاصطلاحي وإنما يراد به الصلح بالمعنى اللغوي يعني مجرد ترك المنازعة هل سترك المنازعة حقيقة أو ترك المنازعة مؤقتا فهذا الصلح بين الإمام وبين معاوية ليس بصلح في حقيقته وجوهره وإنما هو هدنه الإمام صلوات الله عليه أجبر عليها وواضحا بأن معاوية لا يمكن المصافات معه هو ليس من الشخصيات اللي يمكن لمثل الإمام الحسن وهو حجة الله على الأرض أن يتصافى مع معاوية يعني معاوية رجل طاغي باغي فاسد فاجر ما ترك منكرا إلا فعله وجاء يريد يغتصب الخلافة ويأسس في الدين جديد في مقابل دين النبي وإعترته هذا المصافات معه مو معقولة كما هم بيناه بالأمس هناك محاورة تشهد لهذه الحقيقة محاورة جرت بين أبي سعيد أقيصة هذا الرجل كان من أصحاب أمير المؤمنين أبو سعيد أقيصة اسمه هو من أصحاب علي وأصحاب الحسن وأصحاب الحسين يعني ثلاثة من المعصومين عاصر ومن الشيعة الثابتين على تشيئه ما كان مهزوز العامة يعدونه من المغالين في التشيئ مغالين يعني متشددين في تشيئهم وبعضهم عده أشد من رشيد الهجري ومن الأصبغ ابن النباتة وحب العرني وأمثال هذول اللي كانوا معروفين بشدة تمسكهم بأمير المؤمنين هذا أبو سعيد أقيصة العامة يعدونه من هذا الرعيل من هاي الطبقة من المتشددين في تشيئه اسمه الحقيقي دينار اسمه لا تريدون تراجعون في كتب الرجال حتى تشوفون اسمه الحقيقي دينار هو من بنيتين ابن ثعلبة عقيصة هذا لقب أطلق عليه بسبب بعض الأبيات الشعرية قالها صارت هذه الأبيات لقبا له عقيصة ابن قولويه رضوان الله عليه في كامل الزيارات هم يروي عنه عن هذا عقيصة عقيصة وردت عنه روايات مهمة وجليلة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام لاحظوا المحاورة بينه وبين الإمام الحسن يعني هذا الرجل مو رجل عادي يحاور الإمام الحسن ولاحظوا الجواب شنو حتى نعرف بأن ما يعبر عنه بالصلح ما يعبر عنه بالبيعة هذا كله على خلاف الموازين القانونية والشرعية لابد وأن يحمل على المعنى اللغوي مو على المعنى الاصطلاحي قال عقيصة قلت للحسن ابن علي عليه السلام يا ابن رسول الله لماذا هنت معاوية وصالحته لاعظنا عبر بالمداهنة وقد علمت الحق لك دونه أنت تدري أن الحق معاك فليش ده أنت معاوية وأن معاوية ضال باغ المؤمنين ولكل الناس في أسلوب التعامل مع المعصوم كيف يتعامل الناس مع المعصوم وهذه القاعدة ستنطبق على الناس في زمان حجة الزمان صلوات الله عليه حين الضغور نفس هذه القاعدة ستجري في تعامل الناس مع الإمام المهدي كيف سيتعاملون هل يتعاملون معه بالاعتراض على أفعاله الشيء اللي بس يقتنعون بي ويعتقدون بي يقبلوا وذا ما قبلوا اعترضوا عليه أم القاعدة تقتضي التسليم في كل ما يقوله المعصوم هناك من الناس سيأتون في زمان الإمام المهدي ويعترضون على أفعاله ولذلك وارد في بعض الأدعية وفي بعض الزيارات واجعلني من الراضين بفعله هذا ليش لأن أكو بعض الناس ما رح يرضون بفعله نفس هذا المنهج موجود في زمان الإمام الحسن وفي سار زمان سار الأئمة عليهم السلام فهنا الإمام صلى الله عليه أسس القاعدة للتعامل فقال يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم بعد أبي عليه السلام قلت بلى إذن هذا فرض أمر مسلم قال عليه السلام ألست الذي قال رسول الله لي ولأخي الحسين إمامان قام أو قعد قلت بلى قام يعني نهض بالسيف مثلا قعد يعني ما حارب سالم مثلا قلت بلى قال عليه السلام فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذا قعدت يا أبا سعيد لاحظوا هنا يبدأ الإمام ينور هذا الرجل ويعطي يكشف للحقيقة يا أبا سعيد علة مصالحة لمعاوية علة مصالحة رسول الله لبني ضمر وبني أشجاء ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية ليش النبي انصرف من الحديبية ليش صالح بني ضمر وبني الأشجاء أولئك اللي النبي صالحهم كفار بالتنزيل يعني كفار على الحقيقة ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل لأن هذول يظهرون الإسلام هذول كانوا يظهرون الكفر ما يظهرون الإسلام مع ذلك رسول الله صالح الكفار أنا مصالح مسلمين ما مصالح كفار يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته ويعبار هذه مؤلمة يعني هناك من استخف بحكم الإمام وموقف الإمام لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا سأذع التبس الأمر على الناس مفروض مو الناس يحكمون يجون يستفسرون من الإمام الحكمة شنو هاي القاعدة بس قصور العقول وقلة الإيمان ألا ترى الخضر عليه السلام لما أخرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى عليه السلام من فعله مو الشكل صار مع أن موسى كان نبيا لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضية لما الخضر فسر إلى موسى وجه الحكمة قبل موسى إذن في البداية موسى اعتراض ولكن اعتراض كان بسبب خفاء وجه الحكمة عليه لما بينا قبل به هكذا أنا سخدتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه سخدتم ولولا ما أتيت يعني لولا الصلح اللي أجريته ما بقي من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل شوفوا نظرة الإمام مش قد عميقة واسعة وبعيدة المدى يعني هاي النظرة نظرة إمام معصوم هذا عين الله الباصرة النظرة في الخلق نظرة إلى يوم القيامة الإمام الحسن أنه إذا ما صالح ما رح يبقى شيعة اتهى بقاء الشيعة مرهون كان بهذا العمل بهذا الصلح بس الناس إذا ما تفهم تعترض وفي هذا النص أكو دلائل دلائل عديدة دلالة الأولى أن يعلم المؤمنين التسليم للمعصوم إذا أنت قررت بأنه إمام من قبل الله وأنه حج لله على خلقه لا اعتراب الله إلى معنى لازم تسلم أمرك إليه الإمام هم إمام في جميع أحواله وأطواله سواء كان في الخلافة أو كان خارج الخلافة سواء كان في الحرب أو كان في السلم الخلافة الإلهية خب لا تنتزع من الإمام المعصوم الدلالة الأخرى أن الناس حينما ينظرون إلى أفعال المعصومين وأقوال المعصومين ومواقف المعصومين لا ينبغي أن ينظروا إليها بعقولهم القاصرة لازم يترفعون في فكرهم وفي نظرتهم حتى يدركوا ما يقوله المعصوم أو ما يفعله هذا في المقدمات أشرت إلى هذه النكتة لا ينبغي بالإنسان المؤمن أن يساوي عقله بعقل الإمام هذا جهل ضياع هذا ينبغي أن يترفع هو ويرفع من فهمه ودركه حتى يفهم ما يقوله الإمام وما يريده الإمام إذا ما يكون هكذا رح يخرج في بعض الموارد عن حدود الإيمان يخرج حتى عن حدود الولاية الدلالة الأخرى أن الغاية الأهم للهدنة كانت هي الحفاظ على الشيعة لأن إذا كان الإمام يستمر في حرب غير متكافئة هو رجال ما عنده جيش هم خائن وخاذل اللي عنده الناس اللي يحكمهم ما عندهم إرادة الحرب يخونون لا يلتزمون بعهودهم فيستمر مع هؤلاء يريد قاتل معاوية اللي الجيش اللي جاء به إلى الكوفة معاوية ما يفوق المئة وخمسين ألف مقاتل وبكرة أبين إش قد كانوا أصحاب الإمام حينما جاء معاوية إلى الكوفة شوفون مقارنة ماكو بين الطرفين وهي هي موازين الدنيا في الغالب تميل إلى أهل الباطل موازين الدنيا هي هكذا أهل الحق يختبرون ويمتحنون في الفتن وفي الإبتلاءات يغربلون لأن حياة الآخرة لهم لا بد أن يغربلون أما أهل الباطل ليس لهم إلا الدنيا آخرة بعد ما أعلم فالله عز وجل يأذن لهم أن يحكموا سنوات ويستمتعوا في لذاتهم سنوات قليلة ثم يحترقون بنار جهنم هوايا أكو فرق بين الإنسان الذي يبتلى في الدنيا ويمتحن ويثبت على قدمه وعلى دينه وفي المقابل له جنة عرضها السماوات والأرض هو من الخالدين فيها ويأكو فرق بين الجبهتين إذن بهذا يتضح أن للإمام الحسن صلوات الله عليه الفضل الكبير على كل شيعي لولا ما ذقي شيعي على وجه الأرض وله الفضل الكبير على نهضة الإمام الحسين صلوات الله عليه لأن الحسين حصل على جماعة من الرجال يستعدون للوقوف معه على قلتهم وهذا العدد القليل الذي نشوفه في نهضة الحسين هذا في حسابات المعصومين حجة كاملة في النهوذ يعني الإمام الحسن سيقول إن شاء الله غدا أتحدث أربعين رجل إذا كان عنده من الثابتين قام ضد معاوية أربعين رجل في مقابل مئة وخمسين ألف شنو هي النسبة لو تم الأربعون نهض الإمام قام بس حتى الأربعين ما حصل أما الإمام الحسين حصل في أصحابه ثمانية وسبعين غير اللي بعدين التحقوا به على بعض الروايات كمية كبيرة التحقت بعد ذلك للإمام ثمانية وسبعين غير أهل بيته من الرجال فنهض لإمام الحسين أما الإمام الحسين ما حصل هذا المجموع بس من اللي حفظ هذول الثمانية وسبعين إله الإمام الحسين حفظ هنا يتبين الإمام الحسين شنو من فضل على المذهب وعلى الشيعة وعلى نهضة الإمام الحسين عليه السلام هذا شاهد الشاهد الآخر في كلمات الإمام الحسين وخطبه المشهورة رسخ الإمام مفهومين المفهوم الأول الخلافة بمعنى الإمام على الخلق هذه ما تنازل عنها الإمام ولا يعقل التنازل عنها لأن هذا منصب إلهي أصطفائي خاص لا يقبل النقل والانتقال إذن الإمام حينما اعتزل الخلافة وتنازل عن الخلافة ما تنازل عن الإمامة لازم عند الناس يصير ميز في هذه القضية لعد شنو تنازل عن الخلافة بمعنى السلطة لا بمعنى الإمامة بمعنى السلطة الإمام الحسن بالرغم من أنها حق له لكنه أجبر على التنازل عن هذه السلطة لمعاوية وبهذا التنازل حقنا دماء الناس ودماء الشيعة لاحظوا يبين الإمام الحسن عليه السلام الجزء من الحكمة في هذه المصالحة في هذه الرواية الرواية يرويها سليم بن قيس قال قام الحسن بن علي على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لاحظوا هنا شلون بينا أن حالة المصالحة التي في المكاتبات سميت مصالحها أريد بها المعنى اللغوي المقصود الهدنة لأن الحرب الفكرية استمرت وبقت فقال الإمام صلوات الله عليه أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا يعني معاوية هالشكل كان يدعي ويزعم ويطش بالإعلام وبين الناس أن الإمام تنازل لأن يشوفني أنا أهل السلطة حتى بها يكذب على الناس ولم أرى نفسي لها أهلا يعني معاوية هالشكل يقول وكذب معاوية بحضورها بحضورها يقول كذب معاوية أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله فأقسم بالله لاحظوا هنا الألم الموجع حقيقة فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها أذن من سبب القحط في الناس هاي أفعاله لا زالت هاي القضية سوى أن بيعة الإمام الحاضر بالحضور وبيعة الإمام الغائب بالطاعة الطاعة للإمام هي بيعة له في زمان الغيب لما الناس يعصون الإمام لا السماء تعطي القطر ولا الأرض تعطي البركة حقيقة تكوينية لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها ولما طمعت فيها يا مواوية ما كان أنت تجرى أصلا على أنت طمع تكون خليفة تصير رئيس على الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا هنا الحكم العظيم اللي يقولها الإمام ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا إلى السفر إلى التهاوي حتى يرجع إلى ملة عبدت الأجل عبدت الأمة الأجل وما عبدت ولقد ترك بن إسرائيل هارون واعتكفوا على الأجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى مع ذلك تركوا هارون وراح وإلمن ذول اللي تركوا أمير المؤمنين وراح شنو كان البديل اللي أخذ وقد تركت الأمة علي عليه السلام وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلا نبي بعده بس إذن كل ما جرى على هارون جرى على أمير المؤمنين هذا واحدهم من وجوه الشبه مو فقط أنت مني كمنزلة هارون من موسى في وجه التنصيب لا حتى الابتلاءات التي تعرض لها هارون تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام وقد هرب رسول الله صلى الله عليه وآله من قومه وهم يدعونه وهو يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغار لأن كانوا يلحقونه بالحجر في قضايا البعثة ولو وجد عليهم أعوانا لو وجد على أهل مكة والمشركين أعوانا ما هرب منهم قاومهم ولو وجدت أنا أعوانا ما بايعتك يا مؤوية إذن هي بيعة رضا واختيار لها بيعة جبر وإكراه في كل القوانين العالمية والمنطقية والشرعية المجبر على الفعل لا أعتبار لهذا الفعل رأي يمح حقيقة البيعة وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه يعني الله عف هارون من المؤاخذة لأنه أجبر كذا القوم يقتلوه ولم يجد عليهم أعوانا وقد جعل الله النبي في سعة حين فر من قومه لما لم يجد أعوانا عليهم وكذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا وإنما هنا القاعدة العظيمة التي يقولها الإمام وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا آية القاعدة أيها الناس إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد نبي غير وغير أخي لكن وين راحوا راحوا إلى معاوية أولاد البغاية تركوا أولاد الأنبياء وذهبوا إلى هؤلاء إذن من هذه الخطبة من مجموعة هذه الخطبة شنو نستفيد نستفيد بأن الإمام كان مجبرا على المصالح والجبر لا أثر لبيعته المجبر على البيعة لا أثر لبيعته إذن الأوفى والأنسب بالتعبير أن نقول هي هدنة على ترك المقاتلة فقط أما الحرب المنهجية استمرت ودامت وإلى يومنا هي دائما هذه الحرب ولذلك أصحاب الأئمة عليهم السلام أصحاب الإمام الحسن جماعة منهم حتى البيعة البسيطة الظاهر ما بايعوا مهاوية ولهم في هذا مواقف إن شاء الله غدا أبينها أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين